في هذا الفيديو هننتعرف على واجهة المستخدم الخاصة في برنامج إبس لإدارة المبيعات طبعا في كل عملية فتحك للبرنامج رح يطلب من عندك معلومات تسجيل الدخول وحسب المستخدم المعني فنبدأ بإدخال إلى كل من كلمة السير واسم المستخدم ثم مع ذلك دخول وراح تشوف أن واجهة المستخدم منظمة ومرتبة بشكل يسهل العمل ضمن البرنامج رح تكون عندك من التالي شريط العنوان يتكون عندك من الجهة اليسرى اسم البرنامج والنسخة الحالية اللي أنت مثبتها وعندك هنا القسم الخاص في الإشعارات مثل ما تلاحظة عندنا شعار واحد فقط لو تبدي تفتحها رح يدي يعرض لك جميع الإشعارات هنا وعدنا زر تسجيل الخروج في الجهة اليمنى تمارا رح تشوف عندك زر الغلق وزر التكبير والتصغير ممكن تستفاد من الإستابق الخاص في مندوزي داعش طبعا وأيضا عندك اسم المستخدم الحالي والصلاحية اللي فاتح فيها الآن مثل ما تلاحظ أن الصفحة اللي اشتغلت عندنا بشكل تلقائي اللي داما ما تشتغلها من تفتح البرنامج اللي هي الصفحة الرئيسة وتحتوي لك هنا على اللوغو يمكن أنه في أول عملية تثبيتك البرنامج ما رح تشوفه موجود ولكن يمكن تقوم بإضافة من الضبط وأيضا عندنا هنا اسم الشركة واسم المركز التجاري المعني ويمكن أنه تقوم بتغييره من الضبط عندنا هنا نقدر نسميه شريط العمل وطبعا شريط العمل يعني يمكن أنه تعمل عليه كولابس حتى تبدأ يستفاد من المساحة المعنية وبنفس الوقت فيه شريط وصول سريع اللي يحتوي على أكثر الأزرار أو أكثر الأوامر المستخدمة في عمليات الإضافة مثل إضافة المجموعات والأصناف وعمليات الشراء والبي وإضافة العميل وإضافة المورد هذه هي أكثر المهام المعنية اللي داما ما تبدأ تستخدم هذا عندنا شريط الوصول السريع الآن طبعا كل نافذة من هذه النوافذ أو كل صفحة خلسة منها من صفحة مثلا تقوم بعرض بيانات المجموعات لو تبدأ يضغط عليها رح يبدأ يفتحها لك في نافذة جديدة يعني في تاب هنا جديد يمكن تقوم بغلقها من خلال الضغط على close وكل مجموعة أو كل صفحة من هذه الصفحة سواء كانت أصناف أو موردين أو مشتريات أو عملة أو مبيعات أو مستخدمين فإنه أنت تعمل عليها إضافة يعني تضيف لها وتعمل عليها تعديل تعديل البيانات اللي أنت ضيفتها ويمكن تقوم بعمل حذف عليها وتحديث وطباعة البيانات اللي موجودة عندك الآن حاليا مثل ما تلاحظه وتنتقل على المشتريات رح تشوف نفس هذه الأزرار اللي موجودة عندك ما في أي اختلاف حتى يكون العمل مرتب إضافة وحذف وتعديل وتحديث وطباعة وفي بعض الأوامر الأخرى مثل التفاصيل يبدأ يعرض لك بعض التفاصيل الأخرى اللي هي ما مضمنة عندك ضمن شبكة عرض البيانات اللي هي الأعمدة اللي هي واضحة عندك الآن ويضا عندها مثل زر التزديد وهذا زر خاص في تزديد الأمور الخاصة في الديون يعني بدرجة الأحساس أضافة لذلك لو تبدي تنتقل طبعا بعض النوافذ ما رح تبدي تنفذ عندك نافذة جديدة لكن تبدي تنفذ عندك نافذة مستقلة مثل لعدادات رح تشوف أنه عندك هنا عدادات البرنامج ويمكن أنه تبدي تتنقل فيما بين عندك هنا عدادات عامة هنا قواعد البيانات مثلا هنا عدادات العملة وهكذا في الجزء الأسفل من عدادات عندك القسم الخاص في المساعدة يبدي يعرض لك تيتوريال تعليمي أو الفيديوهات تعليمية مفصلة اللي نحن نتكلم عنها طبعا عن إيش عن البرنامج وإذن عندك التفعيل وهذا طبعا الواجهة الخاصة في تفعيل البرنامج وأيضا عندنا حوله حول البرنامج هو النسخة الحالية المثبتة عندك طبعا لازم تنتبه أنه في عملية يعني بشكل تلقائي يمكن أنه لما نصدر تحديث يبدي نبحك أنه في تحديث جديد ويمكن تقوم بالتحديث عليه بشكل مجاني وأيضا هنا يمكن تقوم بإرسال التعليق معين تقوم بكتابة العنوان القسم والشرح ثم تقوم بإرسال التعليق ويمكن تنتقل إلى إرسال الملاحظات على جوجل فوربز ترجمة نانسي قنقر